بسم الله الرحمن الرحيم معكم احمد الروكي النهاردة ان شاء الله سيكون الجزء الثاني من الفيديوهات الخاصة بالفريموير انالسوس للناس المهتمة بشهادة C-Band خصوصا والناس المهتمة بالفريموير انالسوس لل IOT Hacking عموما النهاردة ان شاء الله سنعمل على الفريموير اللي كان معنا برضو في نفس الفيديو اللي فات اللي هو ال WNAP 23 من شركة D-Link النهاردة ان شاء الله سنستخدم اداة pinwalk عشان نعمل extract للفايل ده وعشان ناخد نظرة عامة عليه نشوف ايه اللي نقدر نطلعه من الفايل ده نبدأ على واجهة اللي اول حاجة هنستخدم اداة pinwalk ان احنا نتعرف على الجهاز ده بس في البداية ممكن نستخدم ال command اللي هو file ان احنا نشوف نوع الملف ده طبعا الفايل عندنا zib archive زي ما هو واضح عندنا من خلال الامر file هنستخدم الامر nzip تمام كده هنفكينا الفايل عندنا في عندنا فايلين دلوقتي releasing notes file html طبعا عندنا ما يفدناش في حاجة وعندنا file تاني dot tr ده الفايل اللي عندنا اللي هيكون فيه ملف الفريموير هنسعب فايل ده استخدم الامر file تاني بس المرة دي اجانست الفايل الجديد load tr tr تمام الفايل معنا tar archive هستخدم tar command عشان نعمل له عن archive اوكي كانت النتيجة عندنا file vm linux وفايل تاني root fs طبعا الفايل ده الخاص بال بالvm linux اللي هو ملف الكرنل وعندنا هنا file md5 الخاص بالكرنل عندنا فايل تاني root fs md5 وعندنا root fs dot squash fs تمام يبقى عندنا والمd5 بتاع وعندنا root fs والمd5 بس بس ده تقريبا content بتاع الفايل اللي احنا عملنا له extract طب هنتأكد من الكلام ده نعمل md5 على squash fs او root fs بعد كده نعمل cat للفايل اللي هو root fs md5 لقينا الهاشين معنا متطابقين كذلك هنعمل برضو md5 لملف ملف md5 نعمل cat md5 تمام اللي هاشين معنا متطابقة طبعا لو احنا هن modify في الفايل ده او الفايل ده احنا برضو احتاج برضو ان احنا نعدل في ملف md5 root fs بس احنا مش هنعمل كده في الفيديو ده ان شاء الله ممكن في فيديوهات بعد كده نكستراكت الفايل ده ون modify الفايل زي ما احنا عايزين ونرجع نعمل له بايكينج تاني ونعدل في md5 الخاص بفايل root fs اه نرجع تاني للشارح بتاعنا بعد ما فكينا الفايلات بقى عندنا الوقت ايه فايلين مهمين اول واحد اللي هو وعندنا فايل تاني اللي هو root fs هنشوف كل نوع كل فايل منهم من خلال اعمل فايل اول فايل عندنا اللي هو اللي احنا قلنا ان هو عندنا هنا اه 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 او من نوع اه لو حاليا متعرفش ايه هو او ايه هو تقدر ترجع للفيديوهات اللي نزلناها قبل كده على سيكورتي سوسايتي اه عندنا هنا المعلومات المستخرجة بالامر فايل عندنا هيدا ده بالمناسبة بيكون فلاج في الامتحانات زي المسلا يعني وغيرها عندنا برضو دول برضو بيكونوا فلاجات في امتحانات زي المتحانات تانية غيرها بيكون ده عبارة عن اه سؤال يعني كل اه كل من دي ممكن تكون اجابة سؤال او ممكن تكون فلاج مطلوب منك سواء او الانتري بوينت او الهيدا سي او سي او الداة سي ار سي اه برضو عندنا حاجة تانية ممكن الارتكاتشور برضو تطلب منك في بعض الامتحانات اه ممكن الكمبريشن الالجوريزم بس يمش موجود عندنا هنا نحاول نحن نجيب اي فريم وير تاني من النت وفي درس تاني ان شاء الله نحاول نحن نعمل له ريفيو برضو او اناليسيز عشان يكون في داتا اكتر من كده او يكون الموضوع مؤقت عن كده شوية اه دي الداة اللي موجودة عندنا في ملف او دي الداة اللي احنا عرفنا نجيبها من الهيدر بتاع الملف او من البانر بتاع الملف باستخدام الامر ايه فايل هنرجع تاني نكمل الشرح عندنا لسه ملف الروت اف اس طبعا اه الفايل بتاع او الفايل بتاع الكرنل دي الفلاجات اللي ممكن نقدر نطلعها منه اه لو طلب مننا حاجة زيادة عن كده ممكن نتطرك لموضوع احنا نعمل اكستراكت الفايل ده ونحن نكمل انالسيز عليه بس في الاغلب مش بتطلب اي حاجة من دي وبيكون معظم الطلبات او الفلاجات او الاسئلة متعلقة بملف الروت اف اس لان السيستم كله اعتبر بيكون في ملاف الروت اف اس او الجزء الاكبر من السيستم لان الساب سيستم مش بيبقى بالكامل جوه الفايل ده فبالتالي حتى لو جينا نعمل اميوليت للفريموير ده بنحتاج ساب سيستم اه هنرجع نكمل الشرح هنشوف بقى فايل الروت اف اس عبار عن ايه زهر عندنا ان هو ديتا طبعا كلمة ديتا دي بتظهر على اي فايل او اي ديتا الكومند ده ما بيقدرش يحدد نوعها هنروح بقى الادات بنوك نكتب بنوك روت اف اس روت سكواش اف اس اوكي زهرة عندنا هنا ايه ان من اول من اول الفايل خالص من اول الفايل من اول سكتر في الفايل او الجزء من الفايل في عندنا سكواش اف اس فايل سيستم طيب في الحالة دي المفروض ان اه كومند فايل يجيب نفس الديتا دي او يقولك ان ده سكواش اف اس فايل سيستم بس عشان الدستريبيوشن دي او التوزيع دي اللي هي الادات باي او اس مش احدث حاجة اه ممكن على اي توزيع تلينيكس تانية او على الكالي لينيكس مسلا لما نكتب نفس الكومند على نفس الفايل تكون النتيجة ان هو بيقولك سكواش اف اس فايل سيستم طيب ايه اللي نقدر نطلعه من من الكومند ده دي الفايلات اللي نقدر نطلعها اه اول حاجة عرفنا ان الفايل سيستم بتاعنا سكواش اف اس عرفنا ان هو بيجي انديان دي اتفادنا لو جينا نستخدم كيمو مسلا ان احنا نميوليت السيستم ده او ان احنا بس نعمل رون الفايل من البايناري فايلز اللي موجودة جواه عرفنا برضو ان هو LZMA signature دي تقريبا الكمبرشن الالجوريزم دي برضو فلاج من الفايلات اللي بتطلب منا ده الفايل بتاعه دي النودز بتاعته بالنسبة للسكواش اف اس وشبه فايل سيستمز تانية كتير بيكون في حاجات عبارة عن نودز طيب الاي نودز دي عبارة عن ايه او الاندكس او الاندكس تكون عبارة عن ايه اه ده عبارة عن اندكس او زي فيهرس كده للفايلات اللي موجودة على الامت جي دي كل فايل بيكون فيه الميتا ديتا بتاعته يعني كل فايل تكاريت امتا اتعدل عليه امتا حجمه اديه تكاريت من يوزر شكل ايه وكده عندنا البلوك سايز تحجم كل بلوكاية في الامت جي دي وعندنا التاريخ بتاع الامت جي دي زي ما احنا شايفين تلاتة عشرين ستة الفين وحد وشر في الفيديو اللي فات طبعا انا قلتلكو ان فيرما داين نجحت ان هي تعمل اميوليت للفايل ده لان الفايل ده او الديت او الفايل قديم جدا من نفس التاريخ تقريبا او قريب من التاريخ اللي اتكاريت فيه التول اللي هي فيرما داين طيب دلوقتي احنا جبنا الفلاجات المطلوبة او مظم الفلاجات المطلوبة سواء في الامتحان ده او في امتحانات تانية غيره هنروح بقى نعمل اكستراكت الفايل ده عشان نشوف بقى ايه الفلاجات في عندنا طريقتين احنا نعمل اكستراكت الفايل ده ممكن تستخدم بنوك وممكن تستخدم command unsquashfs انا بفضل استخدام unsquashfs لان في الحالة دي بنوك اصلا قالت لنا ان ما فيش في الفايل ده اي ديتا تانية غير فايل سيستم فقا نستخدم unsquashfs على الفايل كله خلص تمام اه طالما قال لك ودي لك عدد الفايل وعدد 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 يبقى تمام كده الطول نجحت معنا ان هي تاكستراكت الفايل ده طبعا في بعض الاخطاء هنا والورنينج بس عادي مش مشكلة مش مش هتعمل معنا اي مشاكل فيه ما بعد طيب في طرق تانية ان احنا نفك الفايل ده ممكن ان تستخدم بنوك مع الارجومنت داش ايه بعد كده تدي لها الروت اس اللي هو الفايل بتاعك تمام النتيجة واحدة الفايل بتاع الكومند الاولية عندنا هو squashfs داش روت والنتيجة بتاعك الكومند التاني هو روت اس اللي هو ده النتيجة واحدة تمام ده نتيجة الفايلين نتيجة واحدة نشوف الفايل اللي اتفك معنا نشوف لو ملف الشادو موجود طبعا بنوص lsla لان كتير او في اوقات كتير ملف الشادو ملف بيكون مجرد سيم لينك هنا او مش سيم لينك ولا حاجة موجود وردابل وموجوش فاضي برضو موجوش زيروز يعني كتير ملف الشادو طبعا بنوص طبعا بنوص طبعا بنوص ايش عندنا ايه اي هارد كود الباصول السنة اه ممكن حد يسأل يقول فين ملفات طب فين الباصول دوت يعني فين تشوف ملف كده ده الويب كي الديفولت بتاعنا بتاع الجهاز ده يعني الجهاز ده بينزل ديفولت كده الويب كي بتاعه الويب كي بتاعه طبعا دي التشفيرة او الالجوريزم القديمة بتاع شبكات الوي في طريقة الويب ده الكي بتاعه دي باقي الويب كي بتاع الجهاز ده في الحالة دي مفيش عندنا هارد كود الباصول زينا في ملفات الشادو او ملفات الباص دابيو دي بص في حالات تانية بيطلع عندنا ايه الباصول هنرجع وراء بنعمل grab تلاحظ تلاحظ تعمل grab على كلمة باصول في كل الريكتوريز نضيف بيتشي بي بيش اي هارد كودة كريدينشال زينا بس في متحان ال سي بنت هتلاقي عندك هارد كودة كريدينشال زينا برضو ممكن تعمل فائند داش نين أسترسك دوت كونف فائند كونف 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 نشوف الفائلات اللي جات معنا كونف كونف نحن 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 نشتغل على الويب سيرفوس نعرف مكان ما فين سيرفورد ودوكمت روت هوم دابيو 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 ندخل على الهم دابيو 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 عندنا هنا كل فائلات اللي شغال عندنا على الويب سيرفوس للجهاز ده طبعا الفيديو اللي فاتح نعملنا اميوليت لنفس الفريموير ده فنقدر ان احنا نشتغل عليه live testing هنا احنا ممكن نعمل كود ريفيو للفائلات اللي موجودة عندنا ممكن نستخدم برضو امر زي grab يعني احنا نشوف يعني مثلا نعمل grab system ايه في عندنا هنا بيستخدم بس ما فيش هنا اي وزر انبوت بين الاقويس فان فيش حاجة تقدر تتحكم فيها الا لو مسلا انت طلعت يعني قدرت تستغل يعني عملت عملت وقدرت تطلع في حاجة طيب هنشوف ايه عندنا هنا اكتر من فايل في ممكن بقى نعمل لهم كل واحد منهم ونشوف اليوزر بيقدر يكنترول على ايه يعني بيقدر يكنترول مثلا على الفايل نين ده بيقدر يكنترول على على في عندنا مثلا اول فايل منه ممكن نبص عليه كنترول دابيو ايجزيك هنا اعمل كومنت للسطر ده نبص للسطر اللي بعد زي ما احنا شايفين هنا المك ادرس بيجي من ريكوست والكود هنا بيباص الارجومنت ده زي ما هو او الفايل بيباص الارجومنت ده او الفايل ده زي ما هو من غير ما يعمل له اسانتعيزيشن فكدا فيه عندك هنا ايه ااا ااا دي مسلا صغرة وصلت لها من خلال ايه الكود ريفيو بعد ما عملت اكستراكتر الفايل ده ممكن نرجع ورا هنا وهنروح نشوف تول اسمها فيرما ووك طبعا هنشغلين على vm عشان كده الاداء مش احسن حاجة فيرما ووك موسيقى 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 نجيب التول وان شاء الله تشتغل طبعا ايه اودية البردو كالعادة تول عد عليها تقريبا تزع سنين اخر مرة تعملها منتين من اربع سنين في احتمال تشتغل واحتمال لا بس بما ان التوزيع اللي احنا شغالين عليها قديمة فان شاء الله تشتغل موسيقى نفتح ترمي الويندو تانية في الانماب في الانماب الخاص برضو بالرديو فريكوينسيز والكلام ده وكنت تكلمت عنه وعملت له شرح في فيديو من الفيديوهات على القناة في الاوبرتوس برضو تكلمنا عنها كده في الاسكابل خاصة بالنتورك هاكينج في الارتل اربعة تلاتة خاصة بالارتل اسري اوار في في الارتل اسبيلويت في الار اف كات ودي التول خاصة بالاااا بالهاردوير اللي هو اسم الار اف كات دي حاجة برضو بتشتغل اااا معك في الاريديو اتاكس وكده في برضو حاجات خاصة بالربارس انجينيرينج زي الرادار وآآ جادرة وكاتر في عندك حاجات تانية غيرهم زي الضمب الفورتصامية ضم 1090 تقريبا ده بيشتغل على الEDSB في عندك البيتر كيب طبعا غنيات تعريف في البودريت ده اسكليبت بايسون بيحاول ان هو يريتكت البودريت اللي الجهاز شغال عليه لو انت اشتغلت في الارت هاكينج مسلا في عندنا الاردوينو اي دي اي في ال جي ار جي اس ام في الهاك ار اف في الجادكس طبعا معظمك عارفها الابكي فايلز في الكاليبريت اه ار تيل ده وردو خاص بال الار اف هاكينج نرجع لموضوعنا تاني هنعمل كلون الريبو ايه 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 هنا بتاخد اتنين ارجوامنس بس اول واحد بتاخد المكان اللي فيه الروت اف اس اللي انت فكيته سواء فكيته بالفريم او فكيته بالبين ووك او فكيته ايه او حسب الفايل سستم بتاعك وبعد كده بتاخد الفايل اللي هتطلع فيه الجويس سطاف اللي هي ايه لقيتها اه في عندك لو تستخدم static code analysis طيب مش هنحتاج ده ان شاء الله يعني ما فيش ايه requirements هنبدأ نجربها بسم الله هنرجع وره بطوتين بعد كده دسكتب بعد كده سكواش fsroot هنكتب لها هنا wnape 320 wnape 320.tickets .tickets دي كانت النتيجة طيب هنفتح الفايل اللي طلع عندنا بالcommandless عشان نقدر نرفيو الفايل بشكل احسن wnape 320 تمام اول حاجة عندنا الفريموير اللي هو اشتغل عليها هو واحد اللي احنا ادي نقوله اللي هو ملفات wd قالك ان في عندك ملفين wd بس في واحد منهم احنا عارفين اللي هو ملفات shadow عندك فايل واحد ملفات ملفات دي طبعا ساعت بتفيدك او ان انت تعمل sign اللي ملف في فريموير مسلا في عندنا هنا واحد اوات ملف بي اي ام نكمل ملف ملف ملفات دي عندنا هنا فايلين idrc مفيش ملفات 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 الconfig اللي هو الايها dns والحق والايها خاصة بالs n m b ملفات 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 نجمع ملفات ملفات رأس اوكي لخشيء حقوق نقوم بفريموير ملفات احنا احنا فين اصلا فلس سوري كات ده الفايل اللي هو ده اللي نعليه احنا بعد دلوقت نبيش فيه ايه حيبة مهمة نكلير نروح للفايل بعد ده ملف طبعا عشان احنا فتحنا فاتكارت عندنا الفايل ده دي سكريبتات اللي موجود عندنا اللي موجود عليه طبعا ممكن سكريبت من دول يكون معمول له سكيجول اللي هو يشتغل كل فترة معينة ويشتغل في الستارتوب مثلا ما تقدر توصل منه للصغرة ما كانتش موجودة عندك ممكن تعمل تشين ما بين اكتر من ويكنس موجود عندك ان انت تعمل البريف اسك او تاخد مسلا ودي تعرضنا لها قبل كده تقريبا في من اللي كنت نزلته عندي على جيت هوب دي كل ملفات اللي موجود عندك موجود عندك موجود 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 دي عبارة عن موجود معينة من السترينجات ويبحث عنها جوا الفايلات ويظهر لك النتائج بتاعتها يعني الفايلات دي لقى جواها strings related لكلمة upgrade فايلات دي لقى جواها strings related لكلمة admin لو بصينا مثلا انا عملها في الباسدابيو دي التاني نشوف في ايها حاجة related لكلمة admin هنلاقي ان في وزر اسمه admin زي ما بصينا في الاول فايل ياسف قوت هنا admin فايلات برضو related للروت عندنا برضو اكتر من فايل كلمة password بنعمل scroll بسرعة نشوف نشوف في حاجة هنا لكلمة password private k cell pwd passwd اوكي هنشوف ملف الماونت ده ممكن نوصل منه الحاجة في المرة التالتة بغلط نفس الغلط ايه اللي ممكن نفهمه من ده فايل اوكي احنا لو عملنا ضم يعني لو جبنا جهاز من الاجهازة دي وعملنا ضم بالابروم اللي عليه الذاكير اللي عليه هنلاقي في جزء او سيكشن الفايل سيستم بتاعه جي اف اف اس حالو ده تقدر تفكه بأداس ماجي فارسون هتلاقيه موجود على جتاب لو فكيت الجزء ده هتلاقيه جواه الدياتا الكاملة بتاعة بس ده بيضي لانه زي ما احنا عارفين لما بصينا على الفايل ما كانش فيه اي هاشات ولا كان فيه اي هاشات في فايل شادو كذلك اللي اسكيلابت اللي هو اسمه هو المسؤول على انه بيعمل الجزء ده من الزاكرة وبعد كده بيجيب او الاااااااااااو الااااااا الكونتنت بتاعه وبيستبدله بالمنت الت بتاعه الكونتنت اللي هو ال الكونتنت do دي اللي احنا شايفين باديت للآن نرجع ثاني للفايلات بتاعتنا Maps Maps عدريسيز. طبعا من هنا ممكن تطلع مسلا ساب دومين تيك اوفر. على ساب دومين منسي للشركة. كان بيستخدم مسلا في في الابديتس او في اي حاجة تانية. زي الاتاك اللي حصل على راوترات واوي اللي كانت مستخدمة في مصر هنا في سنة من السنين وكل الراوترات وقفت بسبب ساب دومين تيك اوفر. دي كل الساب دومينات اللي موجودة او ال دومينات. دي كل الاميلز اللي موجودة عندك. خائم الجادة اننا جدل نقول احنا وصلنا لنهاية الفيديو. لكن مش النهايت اللي انت تقدر تعمله في اه في مشوارك مع الفريموير ان غصيز الفيديو النهارده مجرد بداية او مجرد ايه النظر عام على الموضوع. آآ لو في اي آآiliar حد محتاج اي استفسارات هكون موجود ان شاء الله هم تابع الكومنس بشكركم على حسن المشاهدة والى اللقاء